بسم الله الرحمن الرحيم سؤال قرأته وعجبني لأنه كان سؤال خفيف الظل جدا لكن إجابته مفيدة جدا جدا هتفيد معظم الناس هو طبعا السؤال بسيط جدا في مجمله يعني وأكيد كل الناس تعرفه ولكن هو من باب الدعابة ومن باب التعليم في نفس الوقت يعني السؤال بيقول إيه هو الشيء الذي تلبسه المرأة خمس مرات في اليوم ويلبسه الرجل مرة واحدة في السنة إيه الحاجة اللي المرأة بتلبسها خمس مرات في اليوم والرجل بيلبسه مرة واحدة في العام كله يعني طبعا السؤال هو من ناحية لبس المرأة ولبس الرجل يعني الإجابة طبعا بكل بساطة وبشيء معروف جدا يعني وهو لباس الإحرام فكلنا طبعا نعرف يا جماعة إن المرأة ليس لها لباس مخصص للإحرام للحج أو العمرة يعني فلباس الإحرام للمرأة هو اللباس العادي أو اللبس العادي اللي بتلبسه المرأة في خلال الصلاة العادية يعني المرأة بتلبس أي لباس تصلي به الصلاوات الخمسة كل يوم يعني هو نفسه اللي ممكن تلبسه المرأة في وقت الإحرام للحج أو للعمرة طبعا لباس الإحرام بالنسبة للمرأة لشروط وقواعد معينة وهو اللبس ذا أن لا يخالف الشرع طبعا لا يخالف الشرع من أنه يكون فضفاض لبس فضفاض ولا يشف ولا يصف جسم المرأة يعني كمان لباس المرأة بيكون لا يلفت النظر ولا يحتوي على زينة يعني بيكون حاجة بسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة بيكون شيء بسيط ما يظهرش مفاتن المرأة للرجال كمان لباس الإحرام بالنسبة للمرأة ما ينفعش أبدا أن هي تلبس النقاب أو القفازات على إيديها يعني لأن في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين يعني المرأة اللي هي المحرمة يعني في الحج أو في العمرة مش بتلبس النقاب أو مش بتلبس كمان اللي هي القفازات في إيديها طبعا بالنسبة للرجل كلنا عارفين أن لباس الإحرام بالنسبة للرجل هو عبارة عن قطعتين اللي هو الرداء والإزار طبعا لا يشترط للمرأة لون معين يعني ممكن تلبس اللون الأسود ممكن تلبس اللون الأبيض ممكن الأخضر يعني اللون مش محدد لها ولكن للرجال المحدد ليهم في لباس الإحرام اللي هو اللون الأبيض عبارة عن قطعتين زي ما قلت لحضراتكم اللي هو الرداء والإزار بيشترط فيه طبعا اللون الأبيض كمان القطعتين دول بيخلوا تماما من أي خياطة ومن أي ربط يعني مش فيهم خياطة أو فيهم رباط أو عقدة يعني مش معودين أو مربوطين يعني كمان مع القطعتين دول الرجل بيلبس نعل اللي هو أعزكم الله يعني حاجة في رجله يعني بشرط أن هي تكشف كعب رجله يعني ما تكونش ميدارية كعب الرجل دي ببساطة كده الحاجة اللي هي تخص لبس الإحرام بالنسبة للرجل والمرأة يعني كانت معلومة لقيتها وحبيت أن أنا أعرضها للناس لعلها يعني تكون مفيدة إن شاء الله ربنا هيوعدنا جميعا بزيارة بيت الله الحرام ويوعد حضراتكم جميعا ويوعد كل مشتاء لزيارة بيت الله الحرام إن شاء الله في حج أو في عمرة لأنها بتكون أوقات روحانية جميلة جدا جدا بتكون يعني حاجة كده إحساس مختلف تماما وأوضاع وأحوال وأوقات بتكون روحانية في منطقة الروعة ومنطقة العظمية ده كان مجرد السؤال والرد عليه حبيت أقول لحضراتكم يمكن تكون معلومة مفيدة لبعض الأشخاص وأتمنى للجميع الصحة والسلامة ويكون لنا لقاء قادم إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر